موسيقى بتختلف من شخصية لشخصية يعني كل واحد ليه شخصيته ليه تفكيره ليه طباعه وعلى فكرة موقف رمضان أنا كنت حضره يعني أنا كنت موجود في قناة الأهلي في الفترة دي ورمضانه وفي حد لاعب في الماغه طبعا لكن حدش ما فيش خلاف إن رمضان أهلاه عشان تبقى فاهم يعني الناس كلها عارف إن رمضان أهلاه جدا وبيحب النادر أهلي جدا لكن الموقف اللي حصل له هو صغير يعني أنت برضو تجي تحسبها وكان 22 سنة و23 سنة كان لسه برضو صغير هو حسبها غلط أنا شايف أنه هو حسبها غلط لأن أنت برضو في النادر أهلي كنت بتاخد مبلغ كبير يعني مش بتاخد مبلغ غليل لما سفرت احترفت برا كنت بتاخد عائد كويس لما رجعت النادر أهلي برضو النادر أهلي قدارك بشكل كبير ولما تصبت النادر أهلي وقف جمك وقفك على رجلك خلاك تروح المنتخب وخدت بطولة فروكيا مع المنتخب الأولمبي فالنادر أهلي يخيره عليك لكن قصة إن أنت فضلت براميز على الأهلي لا وخلي بالك القرار برضو يعني الموقف بتاع المحكبت المحمود الخطيب كان ليه كان ليه دور كبير في الصفقة عشان تبقى فاهم ممكن الناس منفكرين أن رمضان هو اللي بدأ وقال إن أنا في براميز بيكلموني عن نادي الأهلي يقول لهم ما حادش بيليه دراعه فأنت رم تيجي تتكلم كده عن نادي اللي فضلوا عليك وخيروا عليك وتقول لهم إن أنا فيه لا جيل أكتر من كده نادي الأهلي طول عمرنا عارفين بيقفش على حد فكان رد فعلي كابتن محمود يعني كنت وقم حاضر الموقف ده قال له أنت قدامك ساعة وترد علينا فطبعا رمضان اتفاجأ بالكصة دي بالرد ده كانش متخيل إن النادي الأهلي كان ممكن يستغنى عنه بالتالي طبعا عدت الساعة ورمضان ما ردش فالموضوع خلاص اتخذ انطباعة أن أنت كده مدام ما ردتش علينا بقى أنت مش عاوز النادي فبالتالي النادي الأهلي خد قرار وأن أنت مش موجود معانا وبالتوفيه في النادي اللي أنت رايحه حتت بقى رمضان لنستفاد أو خسر أو الكلام ده هو اللي يقدر يحددها مش أنا يعني هو اللي يقدر يحددها إحنا كنا نعرفين الفلوس مش كل حاجة وممكن آه الفلوس بتعودك عن حاجات كتير لكن أنا بالنسبة لي يعني انتمائي للنادي الأهلي الناس فاكراج بصورة طيبة فدي حاجة برضو مش لفلوس يعني أنا معاك الفلوس ليها دور مهمة دلوقت في الفترة اللي في الزمن اللي إحنا عايشين لها دور كبير ودور مهمة جدا فهو اللي يقدر يقول الإسكون هو أخطأ أو ما أخطأش بس أنا متأكد يباين عليه كمان بيتأثر بالموضوع ده في الملعب من رمضان من ساعة مراحة برامز مستواب ما جابش 50% لما كان في النادي الأهلي فأكيد الموضوع بيأثر بالسلب عليه لكن هو مش هيقول إنه هو خسر يعني ترجمة نانسي قنقر موسيقى